يستمر برنامج عمل الحكومة في تنفيذ الرؤى التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة المواقرة ومدرس النواب بحسب الخطة الزمنية والميزانية المرصودة لذلك من أبرز الرؤى التي تم الاتفاق عليها هي الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير مخرجات التعليم من خلال تطوير المنظومة التربوية والتعليمية بدءا بالمدارس وصولا إلى الإدارة المدرسية تماشيا مع المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء وتأكيدا على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق برنامج عمل الحكومة بصورة تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة إذ يستهدف البرنامج تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر توفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ومن أهمها خدمة التعليم إذ تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال توفير المقاعد الدراسية لجميع الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث بمختلف محافظات المملكة وتطوير التشريعات المتعلقة بالعملية التعليمية خصوصا التعليم الأساسي كما توصل الوزارة العمل على إحداث تحولا في النظام التعليمي ومخرجاته بما يتضمن إدماج وسائل التقنية الحديثة ومخاطبته لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تحقيق فعالية أكبر من العملية التعليمية عبر موأمة مخرجاته واحتياجات سوق العمل عن طريق مأسسة رصد متطلباته فيشكل معلومات دقيقة ومحدثة يستند عليها صناع القرار في قطاعي التعليم والتدريب وتطوير البنية التشريعية لتعزيز المتابعة والرقابة لتحقيق التوازن بين جودة التعليم والاستثمار ويأتي برنامج عمل الحكومة ليضع خطة متكاملة لبناء عشر مدارس جديدة في الفترة ما بين 2015 و2018 تحقيقا للتوازن الأبرز للبرنامج وهو نحو مجتمع الأمن والعدل والرفاه إذ تؤمن الحكومة أن هذه المبادئ الثلاث لا يمكن لها أن تتحقق إلا بتعليم راسخ متين ينمي في شخصية المواطن البحريني الانتماء وحب الخير تسعى الوزارة إلى الخروج من المدارس بمبانيها النموذجية إلى الوصول بشكل أعمق نحو جودة التدريس والإدارة المدرسية وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم كل ذلك من خلال خطة متكاملة وتعاون بناء بين جميع المؤسسات الحكومية من خلال برنامج طموح سقفه الوحيد الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين